المرفق العائم اللي عم تبني أمريكا عشواطق غزة رح يبلش يشتغل بنهاية هالأسبوع على الأرجح أعمال البناء صارت خالصة بنسبة 50% بكلفة 320 مليون دولار تحت غطاء الأهداف الإنسانية وإيصال المساعدات بيتكامل مشروع المرفق مع أهداف التهجير والتجويع الإسرائيلية والهدف الأمريكي الإسرائيلي المشترك بإنهاء حكم حماس بكتاع غزة أولاً بتزامن توقيت إطلاق المرفق مع استعداد الجيش الإسرائيلي لعملية رفحها البرية وجود المرفق رح يسهل قطع المساعدات الواردة من معبر رفح بعد بدء العملية مقابل تمرير المساعدات عبر المرفق العائم وعبر الجهات اللي بيحددها الجيش الإسرائيلي بالوقت نفسه هتخسر مصر ورقة السيطرة على معبر رفح وحتصير الورقة بإيد إسرائيل اللي فتحت مبارح لأول مرة معبر إيريز بين غزة وإسرائيل لإدخال المساعدات هتسمع السيطرة على واردات الغزاء بالقطاع بتحديد شكل الإدارة المدنية فيه بالمستقبل ثانيا رح يخدم المرفق هدف تهجير أهالي القطاع بعيدا عن القيود المتفق عليها بين مصر وحركة حماس عمعبر رفح وبلش البيت الأبيض يدرس خيارات استقبال مجموعات من أهالي غزة كليجئين بالولايات المتحدة خصوصا الأفراد اللي عندهم أقارب بأمريكا